ابو لايف اشتبه تحكي عن بانوراما والله يشوفه بوجود كلها تقول الحق عندي بصراحة كلها دسمها زي ما قلت انت في زحامة من النعم اليوم في المواد الموجودة عندنا وفسط المباراة الواحدة بتلاقي أحداث كثيرة قاعدة تشطل عليها بس خلينا أبدأ مع الهلال أنا بالنسبة لي اللي جلست تفرج عليها كثير لمسات بريرة بصراحة و لما كنت أقول هذا اللاعب يلعب بمفصلة محضر تعرف انت اللي محضر قبل الدرس زي النوعية هذه اللي تعجبني خصوصا شوف الهدف اللي بعدها احتفل معه قوميز قاعد يلمع لها الحذاء تبعه يعني اللمسة هذه من كورة واحدة من أصعب الكورة هذه واضح أن الرجل هذا يستمتع بصناعة الهدف أكثر من الهدف في نفس كده متعتها كده تصنع لا و بعدين يعني زي ما يقولون تطلق الأهات بينها بين نفسها بالكورة هذه فاللعب هذا بصراحة ممتع و أضاف للهلال بشكل مطبيعي و كان الهلال فعلا يحتاجه تجعد للمانو يعني مانو خلينا نقول يعني الله يسترعانه عليه نقول الله يسترعانه عليه لماذا كده حواجبك يعني زي ما يقولون لا يسترعانه أنا أتوقع شوف شوف دائما يقول لك يعني ليس من المروءة أن الرجل ماشو مش هو تقعد خلا طاح توكل على الله خاصة و أضف على شل الشنات تبعك و توكل على الله لأنه فعلا اللي صار للنصر درس يعني أنا حتى في فترة من الفترات قاعدت جلسة أقول في فترات كثيرة دائما مع الجهازة الفنية لما ما تلاقي عندها الأدوات و تلاقي و أنت عارف إن فيه مشاكل إدارية و فيه مشاكل مالية و فيه ما فيه رواتب و مش عارف إيش و مدرّب يبغي يشتغل تلقاه يجي أساسا ما يلاقي الوضع كويس بس لما تيجي الآن في نادي النصر دعم الأمير خاد بن فهج إدارة الأستاذ مسلي أنا بين قويسين أقول له يعني ما شاء الله رأسه صاحي يعني رجل متدرج يعني و عارف كل شيء قاعد يصير في الوسط و ابن الوسط و النجوم الموجودة هذه فما فيه عذر لأي جهاز فني بصراحة أنت أصلا ما رح تتعب معاه يعني أنا بالنسبة لي مثلا من ناحية تسجيل الهداف أتكلم ما رح تتعب بتعلم ببكر ولا بتعلم تلسكة كيف شو تفاول ولا بتعلم ولا بتعلم مشروب وفكة فيه على الطرف وبعدين تخلى حين يتكلم عن الرجل فعلا سبب يعني يوضح الفريق النصر أنه فريق عادي جدا لما يفقد القرى يعني تحس بالهشاشة الفنية تحس ب تحس أن اللاعبين منحرجين يعني محرجين قدام الناس كيف قاعد يجرون كيف أنت قاعد تحط الخانات وتسوي الخلطة هذه وتقول يلا اللعبوا لذلك اللاعبين حتى جاءت هجمة ضدك تحس أنهم يجب أن يقول قدعنا يعني فزعة أنت تشوف الهدف العبود اللي جلس يسحب فيها روما مهم معقول جميع اللاعبين الوسط في منطقة وحدة وحتى روما يركض قاعد يركضوا وراه يعني مو هذا شكل فريق يعني مو شكل فريق انت طلعت الفريق أفقدته هيبته لما تخلي لاعب مثلا زي انسيليمو ولا زي تاليسكا ولا زي يقعد يراكض ورا لاعب مو هذا اللاعب أنت يفترض أنك تطلع قوته وعيوبه تخفيها هذا وظيفة المدرب أصلا يطلع قوة فريقه ووظيفته يخفي عيوب فريقه بس المشكلة هذا عرّة فريقه يعني فيه مدرب احنا دائما نقول أنه يساعد الفريق وفيه مدرب ضد الفريق على شأن كذا أنا أقول لك بالنسبة لي مهما حصل من القرات الجريئة جدا ممكن أنا أزعم أنا ممكن لماذا أتكلم الكلام هذا لما نتكلم على توقيتي قالت مانو واضح أنها مبيتة بسراحة لأننا نتكلم من تجربة لما شاء له أنه ورفعت على طول جاء مينيز جاء في لحظتها على الآن حتى لو جاء المدرب هذا أنت شلتها في لحظة لو شلتها قبل ممكن اللاعبين أغلبهم مشاركات الفيفا والمنتخاب السعودي مراحة يلقى لاعبين